اعتدنا دائماً وأبداً أن تكونوا من أهل البيت بحضور عدد من الفنانين الأردنيين عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء فعاليات مهرجان رم المسرحي بنسخته ثانية المهرجان يأتي بالتعاون ما بين نقابة الفنانين الأردنيين ووزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح للارتقاء بالمسرح الأردني والعربي ونشر رسالة الفن والتعريف بها إضافة إلى تنشيط الحركة الفنية في الأردن وتطويرها نحن أقبلنا على الدورة الثانية بترتيب لبعض التعليمات إعادة أعطاء لبعض الأولويات لأنه عندما تغوص في أسبار صحيح نحن في الأردن متمرسون في المهرجانات متمرسون في إعداد أو في إقامة أو في إدارة هذه المهرجانات وهذا مشهود لنا حقيقة لأنه بجهود الجميع لأنه لنا عمر طويل من خلال مهرجان المسرح الأردني عبر وزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين على رغم من العديد من الصعوبات والتحديات التي كانت وما زالت تقيف أمام الفنان الأردني في كافة مواقعه وتحديدا في المسرح إلى أن هذا المهرجان سهم في تنشيط الحركة المسرحية وإحيائها من جديد أجب موضوع أنه يصير فيه هذه المهرجانات المسرحية الوطنية في الأردن وفي بعض الدول العربية من مبادرة من الهائل العربية للمسرح أنه تفتح المجال للشباب المسرحين شباب الصباية طبعا ذكور وإناثي يقدموا هذه المسرحيات وقدمت مجموعة أعمال جيدة جدا وممتازة في المهرجان الرم والسنة أنه مشارك فيها كمان بتلاقي فيه عندك خرجين ودكات ركبار وفيه شباب لسه أول مرة وهذا التنوع والبستان الفني خلينا نقول اللي موجود حنشوفه في مهرجان الرم الثاني وتضافر الجهود يعني يمكن زي ما سمعنا سواء في الموقت المرصح فيه عقبات وفيه عثرات وإيك أشياء بس لكل مجمع أنه هذا في الآخر مسرحنا ولازم ننجاح ولازم يكون جميل يعني ويستمر جميل ما يزال المشهد المسرحي الأردني يضيء شعلته في وجه الظلام آملا أن يحقق تأثيرا وتغييرا في اهتمامات جمهوره باعتباره أهم ركيزة للتعبير وتغيير ومصدر الشرارة التي تلهم الإنسان العطاء وتدفعه نحو الرقي الفكري فكان جامعا ولقب بأبي الفنون